السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا الليلة نتحدث عن ملامح البيت السعيد كيف تكون بيوتنا التي نجتمع فيها مع اولادنا واهلنا واقاربنا تكون بيوتا سعيدة بيوتا مستقرة انها من النعم العظيمة التي امتن بها الله علينا نعمة البيوت من عنده بيت فهو في نعمة شاملة ربنا عز وجل يقول والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا هذا مما امتن به الله على العباد سواء المستقرين من اهل المدن والقرى او الذين هم رحل يجعلون من جلود الانعام بيوتا فالبيت هو نعمة عظيمة والمؤمن مطالب بان يتخذ بيتا واذا بنه فليبنه في اتجاه القبلة كما قال الله عز وجل واجعلوا بيوتكم قبلة واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين بل ان من دعاء الله تعالى ان اخبرنا بان المؤمنين والمؤمنات يدعون الله تعالى ان يعطيهم بيوت عظيمة في الجنة كما وقع لامرأة فرعون لما قالت وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابني لعندك بيتا في الجنة فالبيت هو شيء عظيم محل للسكن والسكينة فيه ينال الانسان راحته بعد عناء عمل طويل فيه يجد الانسان الاستجمام والهدوء والطمأنينة ويجدد نشاط الابدان ويستمتع بالجلوس مع الزوجة والاولاد والعائلة والاحباب البيت ايها الاحب الكرام كل من عنده فينا الان بيت فهو في نعمة لا يعرف قيمتها وفضلها الا من حرم ذلك من عاش اما في ظلمة السجون واما عاش في الغربة واما كان من المشردين او اللاجئين الذين يعيشون في الملاجئ او بعد المتسكعين الذين يعيشون على ارصفة الشوارع حينها تعلم بان الله عز وجل اكرمك واسعدك وحافظك من الحرمان فقدان السكن والمأوى هو من اعظم انواع الحرمان لكن هناك بعض الناس عندهم بيوت وقد يفتقدون للسعادة ويفتقرون للراحة فكيف يمكن ان يكون بيتنا سعيد كيف يمكن ان يكون هذا البيت الذي يضم الاسرة والعائلة بيت فيه راحة وطمأننة البيت السعيد هو البيت الذي يسمع فيه ذكر الله اول علامة من علامات البيت السعيد كتلقى في ذكر الله موجود لان هناك بيوت قد تكون فخمة وفاخرة لكن لا يكاد يذكر فيها اسم الله الا قليلا او ربما قد لا يذكر ابدا اسم الله البيت السعيد اول علامة انه فيه ذكر الله وتتنزل فيه السكينة والاطمئنان اهله يكونون حارصين على القيام بطاعة الرحمن اهل هذا البيت تجدهم يحرصون على اداء الصلاة في وقتها يحرصون على تلاوة القرآن يحرصون على صلة الارحام ويحرصون على الاكرام واستقبال الضيوف وايضا بدل الصدقات والاحسان للفقراء هذا هو البيت السعيد يكون معطرا بالخيرات يشع نورا وبهجة وتجد بان هذه الصفات تنعكس على نفوس اصحابه فالزوجة مثلا تلاحظ بانها تتعامل باسلوب راقم مع زوجها لانهما يعيشان في بيت سعيد والزوج ايضا يعامل الزوجة باحترام وبرقي كذلك الابناء يتعاملون مع ابائهم باحترام وتقدير والاباء يتعاملون مع ابنائهم باحترام وبحنان وعطف داخل البيت السعيد اذا سمعت الحوار الذي يدور بين افراد الاسرة لا تكت تسمع الى الكلام الجميل الكلام الطيب الكلام الممتع ليس هناك صراخ ليس هناك السباب ليس هناك شتائم حتى اذا وقع هناك اختلاف في وجهة النظر بين افراد الاسرة اما بين الزوج والزوجة او بين الاباء والابناء فتجد ان هناك اسلوب حوار هادئ يجمع بينهم لاجاد الحل المناسب وهذا البيت السعيد تجده من صفاته انه بيت متواضع ليس شرطا ان يكون قصرا ولا ان يكون ممتلئا بالمأكلات ولا بالمشروبات ولا فيه البدخ والتراء قد يكون بيتا متواضع مصيطا فيه الكفاف وفيه القناعة والرضى بالمقسوم شعار اهل هذا البيت قول النبي صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم امنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فقد سيقت له الدنيا بحذافرها هذا البيت السعيد لا يخلو من الدعابة والمرح رغم انه بيت جهد وعمل الا انه لا بأس ان نجد فيه دوعا من المرح والدعابة والكلام الجميل كما كان بيت النبوة صلى الله عليه وسلم كان من اضحك الناس واطيمهم نفسا هكذا يقول عن الصحابة كان من اضحك الناس واطيمهم نفسا اذا جالسك يعطيك مستبلحات وكلام فيه رقائق وكلام فيه دعابة ومرح فكان صلى الله عليه وسلم ضحاكا بساما في بيته وكان مع اهله يداعبهم ويلطفهم هذا هو الميت الجميل لكن هذا المرح لا يخدش الحياء ولا يميت القلوب ليس فيه سخرية ولا غيبة ولا عيب في احد ولا يزعز الجيران ولكنه مرح لطيف يجدد النشاط ويقضي على الرتابة والملل لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رويح القلوب ساعة ساعة رويح القلوب ساعة فساعة هذا باختصار ايها الاحباب الكرام اهم ملامح البيت السعيد لكن وللأسف نشهد في حياتنا المعاصرة شكايات كثيرة من الناس يشتكون بان بيوتهم صارت حزينة صارت شقية وكترت عندهم الهموم والحياة صارت عندهم كئيبة لماذا لماذا بعض البيوت رغم انها فارهة ورغم ان الله تعالى فتح لاصحبها الرزق واعطاهم الاولاد والبنات واعطاهم الحيوية والنشاط واعطاهم كل خيرات ولكن الميت حزين والاسرة مهمومة وكئيمة والحياة شقية ما السبب تنظر ترى في الغالب ان احد افراد الاسرة او جلهم تاركي للصلاة الذي يترك الصلاة في البيت هذا يغلق عليه مدافذ العطاء والكرم الالهي او تجده هاجرا لبيوت الله انه لا يزور بيت الله من اراد ان يطهر الله بيته فلا يهجر بيوت الله لي المساجد تجد بعض العائلات ربما لا يصلون في بيوتهم ولا يدامون الى المساجد وقد تجدون هؤلاء الناس ربما فيهم قطع الرحم يغلقون ابوابهم ويشتكون من العائلة والاحباب لا يريدون لاحد ان يزورهم ولا يحبدون زيارة الاقارم وسلط الرحم دائما يخلق الاسباب لكي يغلق المدافذ لا يريد ان يرى احد قاطعنا الرحم كيف له ان يحصل على السعادة وعلى البهجة وهو قاطع لرحمه او قد تزيده موسيئا للجيران يسيئون للجيران ويسيئون للمقربين لا للجوار كل هذا عوامل تجعل البيوت تسلب منها البركة وقد يكون السبب هو ان اهل البيت انهم كل غمهم هو جمع المال من اي طريق قد يجمع من الحلال والحرام البيت البيت اذا ادخلنا اليه مالا حراما فان البركة تخرج من النافدة اذا كان الهم الاكبر للأسرة هو عرض الدنيا الفاني وينسون لقاء الله ويتصارعون لجمع حطام الدنيا فان ذلك ليس ممعة للسعادة قد يكون ذلك المال وذلك المجد وتلك الحضوة سببا في التعاسة تؤتي الحسابات بين افراد الاسرة وتخلق نوع من المنافسة الغير الشريفة ربما قد تجد في البيت اما الزوج واما الزوجة لا هي ساهية غافلة عن ذكر الله مضيعة لوقتها وقد تجد في هذا البيت الافراد فيهم الغيبة والنميمة فيهم القيل والقال و شكايات يطلقونها حولهم قد تكون الزوجة مقصرة في حق زوجها واولادها وقد يكون الزوج مقصر في حق زوجته واولاده يكون الهم ان كل واحد يقول نفسي نفسي لا احد يحتضن الاخر لا احد يلتمس العذر للاخر لا احد يريد ان يسعد الاخر هذا كله يؤدي الى كآبة وحياة شقية ترى الزوج والزوجة في عراق دائم للأسف بعض بيوتنا هكذا صارت ملامحها عراق دائم بين الزوج والزوجة تسمع رفع الصوت وتجد هناك عصبية وهم وحزن وغم الزوج لا يكاد يطيق زوجته ولا الزوجة تتحمل زوجها الكل يكيل الاتهامات للاخر انت متسلط وانت غبية انت رجل مجنون وانت تافهة ويبقى الحياة هكذا بين الطرفين الكل يبحث عن مخرج ولكن الشيطان الرجيم اللعيم ينشط في ان يقع بينهم العداوة والمغضاء ويزيد الامر شدة وترى في بعض الاوساط ان الاولاد الابن الشاب في المراهقة لا يجد من يوجه الى طريق الخير والى طريق الصلاح يبحث عن السعادة في بيته بين امه وابيه لا يكاد يجدها فيخرج يبحث عن في مكان بعيد فاذا به يسقط في الرذيلة يسقط في المخدرات او في التدخين او مع اصدقاء السوء ضاع الولد اما البنت فهي الاخرى البنت اكتر من الولد عند احساس مرهف تبحث عن الصدر الحنون من طرف امها واليد البيضاء من طرف ابيها لكن الام والاب في صراع دائم وفي غفلة وفي انشغال لا يعطون بناتهن الحنان ويفتقدون للحد الدافئ من الوالدين ما تفعل هذه الفتاة تبحث عن من يحتضنها من يدفئ عاطفتها فتركن الى الى من ربما يقولها كلام معسول وبالتالي يصطادها هناك ذئاب يصطادون مثل هؤلاء الفتيات فتيات العائلات كتلقها بان الام والاب في صراع وان الاسرة مفككة يقول هذه هذه هي الحاجة المطلوبة فيكذب عليها بكلام معسول ويعزف على احاسيسها ثم بعد ذلك ترتم في احضانه ويقع ما لا تحمد عقبه لعل هذه الامور لا تخفى عليكم جميعا ايها الاحباب نريد ان نناقش وياكم كيف نجعل من بيوتنا سعيدة ومستقرة لان الطريقة الفوز والنجاح في المجتمعات يبدأ بصلاح البيوت قبل ان نتحدث عن السياسة وعن البرلمان وعن الحكومة نتساءل عن بيوتنا اولا البيوت اذا كانت هذه البيوت صالحة فلا شك بان المجتمع سيصير صالحا والدولة والامة كلها تسير نحو الصلاح كيف يمكن ان نبني بيوتا سعيدة لان البيت السعيد هو امانة يحملها الزوجان الرجل والمرأة وبهما تنطلق مسيرة هذا البيت ايوا الاحباب ما اجمل ان يجتمع الاب بابنائه وزوجته ويصلون جميعا سلاة الفريضة مع الفجر ثم يجلسون يقرؤون القرآن وبعد ذلك يقوم الاب يسرد على اولاده قصص من قصص الانبياء وصفحات مشرقة من السيرة النبوية او من سيرة الصحابة الكرام يغرس فيهم الاخلاق العالية هذا امر جميل جدا ربما في المنام الام تأخذ كتاب وتقرأ على بناتها واولادها صفحات نورانية ينامون عن الايمان هؤلاء الاولاد مثل الثمار الطيبة تينع صفات البيت السعيد تجده فيه القناعة فيه الرضا ولو بالقليل وفيه التماز العذر للاخرين اي نعم نحن بشر نحن لسنا ملائكة ولسنا شياطين نحن بشر نخطئ ونصلح الميت السعيد من صفات اهله ودويه انهم يلتمسون العذر لمن اخطأ فينا لمن زلت قدمه عاف الله عما سلف نبدأ صفحة جديدة واذا وقع هناك نزاع او وقع خلاف فاننا نرد الامور الى الله ورسوله كما قال الله تعالى فان تنزعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن التأويل الميت السعيد اسراره محفوظة وخلافاته مستورة الزوج لا يفشي اسرر زوجته ولا الزوجة تفشي اسرر زوجها كيبقى عندهم وحد لبوات نواغ دائرة مغلقة كي تنقشوا وتنبكي خليوا الاسرار وليس ان الزوج يدب الى المقهى ويحدد اصدقاءه على ما نار بينه بين زوجته ولا الزوجة تنهم الى الحمام او الى اي تجمع نسائي وتحكي لهم كل ما وقع هذا ليس من ملامح البيت السعيد فالبيت السعيد تكون اسراره محفوظة وخلافاته مستورة وان لا فان افشاء الاسرار ورفع الستار يؤدي الى المزيد من الويلات لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه ثم ينشر سرها هذه الامور لعلكم تعيشونها جميعا ايها الاحباب نريد ان نتعاون واياكم نتعاون كيف يمكن ان نجعل من بيوتنا جنة كيف يمكن ان نحرص على ايجاد حياة مستقرة فيها السكينة والطبعنينة لعل منكم من نجح وقد وصل الى هذا المبتغى فليتصل بنا وليخبرنا باسرار هذا النجاح ولعل بعضكم فشل واكتوى بنار الخلافات والنزاعات اتصل بنا احكي لنا عن معاناتك لعلنا نستفيد من اخطائك ولا نكررها مرة تانية فارقامنا مفتوحة في وجه الجميع فاللهم يا رب اصلح ميوتنا اللهم نورها بالايمان والتقوى ربنا هملنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة